اشتركوا في القناة ومواكبة لهذا الاعصار اللي كيعتبروه من اكتر الاعصار قوة وشدة في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية واللي كيقول بانه غاديك يديرو حد ضمار لمعمر امريكا والعالم شاف بحاله فنبقاو نشوفوا هذه الفيديوهات ونتفعلوا معها هدو بعض المخلفات ديال الاعصار في الميكسيك شوفوا معنا المهم اخر تطورات كتقول ان الاعصار ميلطون يشد ويتجه نحو ولاية فلوريدا الامريكية اشدت قوة الاعصار ميلطون واصبح اعصارا من الفئة عفوان الخامسة ليشكل تهديدا لشبه جزيرة يوكاطان المكسيكية وهو في طريقه الى ولاية فلوريدا الامريكية التي امرت بعمليات اجلاء جماعية بينما لا تزال تتعافى من الضمار الذي خلفه اعصار هيلان وتسبب اعصار ميلطون في حدود فيضانات وانقطاع للطيار الكهرباء في ولاية يوكاطان المكسيكية ما ادى الى اتلاف البنية التحتية السحلية ولم تريد انباء عن وقوع وفايات او اصابات بين السكان لان السكان بطبيعة الحال اخوه هذه المنطقة عدة فيديوهات اخواني واخوتي في هذه النشرة سنستهلوها بهذه الفيديو لبدايات الاعصار ومشاهد تقطع الانفاس اللهم سلم يقول النشطة انه فلوريدا تستعد لأسوأ اعصار في التاريخ اخلاء جماعي والسكان في حالة تأهب قصوى هذه بدايات فقط ديو الاعصار يقولوا بانه تشكلت سبعة عشر واحد دوامة هوائية خطيرة تشكلت في ولاية فلوريدا من بحالة الدوامات هالدوامات اللي كتشوفوهم حاليا وهذا السحب اللي كتخلع ومفزعة رتكون السبعة عشر منها كتكون في ولاية فلوريدا وباقي الاعصار ما وصلش في الساعات القادمة ان شاء الله سيكون خلفوا ضمار كبير جدا اللهم السلامة يا رب لطفك يا الله وحالة الفيديو وكين فيديوهات اخرين كي بين القوة والشدة ديال هاد الاحصار تخيلوا هادو فقط غير البدايات هادشي غير فقط البدايات باقي ما قلناش بسم الله هادشي فقط غير الارهاسات ديال الاحصار المدمر عادشي الله البدايات ديالو وشوفو كيف يخلع وكيفاش هاد الساكنة غادي عيشو مع هاد اليوم او هاد الايام العصيبة باس الله السلامة هنا كي بينو اه الخريطة كيفاش غادي غادي يمشي هوا في البحر وغادي يتاجه نحو ولاية فلوريدا ولاية فلوريدا هي اللي جات في الاسفل هكذا هو مشا من هنا وتخيلوا ان الميكسيك غير فقط داز من حدها والدمرات فما بالك بالولايات المتحدة والمشكلة ان الاعصار غادي وكيد مجهد غادي وكيد مجهد خحتها يوصل الى المرحلة الخامسة او عيولي اعصار من فئة خامسة وهدي هتكون وحد الكارتة كبيرة هادشي اللي كيقولو العلماء بخصوص وعلماء الارصاد الجوية بخصوص هاد ال الاعصار هنا تكون وحد الفيديو اللي كي بينو حد تكون ديال هامة شوفو الطنوبيلة كيفاش كيمشي وتخيلو هاد الاعصار غادي بشوية شوفو راكيبان السيارة التحت انهم كيسيروا بوحد سرعة وهو يلاه كيجمع باش غادي يجي دخل للولايات المتحدة وغادي يبت فيوحد ضمار اللي كبير بزاف خصوصا ولاية فلوريدا اللي غادي شهد هاد الاعصار اه بعض المعلومات بخصوص ان مستوى المياه كيقولو بانه غادي وصل ل اه تلاتة امطار ديال المياه اللي غادي تغمرهم غادي تغمر الضيور اه ثلاثة المتر وقدر تصل ثلاثة المتر او اكتر كينشي مناطق خمستاشر متر ديال المياه وايضا غادي هجم عليهم البحار وايضا الرياح قوة الرياح اللي غادي تكون قوية جدا امريكيون يربطون منازلهم صدق او لا تصدق لكي لا تطير مع اقوى اعصار في التاريخ تخيلو تخيلو معناها ما الميريكان ميريكانيين كيربطوا المنازل ديالهم باش ما يطيروش لهم بسبب هاد الاعصار الناس هيكونوا هربو خلاوا المنازل ديالهم ولكن ربطوهم باش ما يتضمروش وحد ضمار اللي شامل اي واحد دبر كي حاول اربط المنزل دياله وكي اللي بغي اربط سيارة دياله كل واحد وعندو الأفكار دياله بخصوص هاد الاعاصير خصوصا ان رئيس بايدن رأكد لهم انهم لا يجيبوا المغادرة مخصومش يبقى في هاد مناطق الاعصار لانه اللي بقى في هاد المنطقة الاعصار رما كيلو مغير نفسو كان واحد شخص اللي بغي تحدى الجميع و تحدى الجميع واحد شخص معوق من دوي الاحتياجات الخاصة قال لي ما غديش نمشي وغدي نتحدى مواش غدي اش غاي وقع ليا بقى في باطو وبقى في المرفأ ديال طنبة وقال ليهم ما غنخرش من هاد الميناء هاد المارينا عنقى فيها ولا لا عشت وده بكي قمروا عليه كيلي كيقمر انه غدي يموت كيلي كيقمر انه غدي يعيش وهذا رأيك تشوف ان هاد شدي المواقع التواصل الاجتماعي اصبح غريب جدا وحد ناشطة كتقول ما زال ما فهمش كيفاش هاد امريكا من دول العظمى وكي دارت لها مع هاد الشعب المهم اره باقي ما وصل وصلش مناطق في الميكسيك ولكن باقي ما وصلش الامريكا بطبيعة الحال النشاطة كتجيهم غريبة انهم يربطوا المنازل ديالهم كين اللي كي يبغي يتخذ بحالة القرارات كي يصحب بانه انه لا ربط المنازل ديالورا ما غديش اطير خصوصا انه كين تحذير بانه اعصار اقوى اعصار في التاريخ الحديث فنسأله السلامة عدة فيديوهات هاد بعد المتراتبات ديال هاد الاعصار هاد الاعصار يكون اكتر من هاد الشيء اللي كتشوف فيه داباع يكون اكتر منه هاد فقط واحد النبدة صغيرة على هاد الاعصار شوفوا كيفاش دار لهاد الناس شوفوا الامريكيين اشنوا عاشوا مع هاد الاعصار وهدي فقط البدايات غدي يدخلوا مغمرهم المياه مياه طوفانية غدي تغمر هاد المناطق وقت قدر توصل الى حتى 3 متر كتشوف محاويات ديال اللي كيستعملوهم في البطوات وكيستعملو من اجل النقل كل شيء يطير هذا لا يوجد لعب هذا اعصار من اعصار القوية جدا اللي معمر مشهدها تاريخ الولايات المتحدة الامريكية وتشيكيبيين الفضاعة وشدة الطبيعة اللي خلقها سبحانه الله سبحانه وتعالى خلقها وكتبيين انه دائما خلق الله فوق كل اعتبار الناس اللي كيبغيوا كيصحبوا راسهم طغاء اللي لا ارى ما كانش طغيان كان قوة الله ودائما خصو الانسان يبقى تحت رحمة الله وتحت طاعة دي الله اللي بغى انجاء في الدنيا والاخرة بطبيعة الحال وهذا رسالة الناس المغرورين واللي طغات صاحبوا راسهم رأما قد يتحكموا في الدنيا ولكن دائما اعصار فقط صغير يقدر يضمر يحرق اليابس الاخضر واليابس بطبيعة الحال فيديو غريب جدا بوحد الغرابة بمكان انهم شايفوا واحد ظاهرة غريبة قبل ما يحل بهم هاد الاعصار هما هاد النوع ديال الطيور تجمعوا في واحد المكان وبدأوا بحل لك يحضروا الناس شوفوا صبح الله اشنو كيدروا هاد طيور هاد ساعات قبل ما يبدأ هاد الاعصار المدمير هاد النشاطات الامريكيين كينشروا بان الطيور بحل قبل من يجي هاد الاعصار انهم ساعات بحل كي يحضروا الناس من ضرورة اخلاء الاماكن اخلاء هاد الولاية هاد الولاية الشاسعة هاد ولاية فلوريدا اللي كت تعتبر من الولايات اللي عندهم محد البحار ومنطقة سياحية ومنطقة جميلة جدا وعندها شواطئ جد جد داب ولكن داب حاليا را عندهم هاد الاعصار اللي كيت سنو فيه ولي اخواء المنازل ديالهم كما شتوا ان الناس ربطوا المنازل ديالهم كي الى هنا نأتي على نهاية هذه النشرة بخصوص هذا الاعصار ميلطون لكن اي مستجدات بخصوصها رغد نوفيكم بها في اول فيديو اللي ستكون على حجم الضمار لغدي خلف هذا الاعصار شكرا على حسن الاسقاء والاستماع الى اللقاء في فيديوات قادمة ان شاء الله